وده يعرفك ليه فيه فرق رهيبة بين شهوتنا كرجالة وشهوة الستات يعرفك ليه احنا هيجانين طول الوقت في حين الان الستات بيقدروا يسيطروا على نفسهم ومش هيقدروا يحسوا بالموضوع ده غير لو خدوا جرعات تستوصرهم من الخارج علشان يبقى عندهم نفس مستويات التست اللي عندنا وده هيخليهم هيجانين جدا لدرجة ان انا شفت في بوست على موقع ريدت اللي انا قلتلكو عليه قبل كده بقرأ عليه يعني التجارب الحياتية اللي الناس مجربوها وكان فيه واحدة ست قالت انها سلمت على اخوها اللي كان حاطت جيل تستوصرون على جسمه علشان عنده عجز في التستوصرون وبعدها بكم يوم بقت تمشي في الشارع تبص على الرجالة بشهوة كبيرة قوي ده يعرفك فرق النظرات بين رجل والست نرجع لموضوعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم شباب اخباركو ايه ان شاء الله تكونوا بخير معاكم كابتن محمد مصطفى مدرب واخصائي تغزية معتمد دوليا اهلا بيكم في فيديو جديد هشرح لكم النهاردة هيرمون التستوصرون اللي هو ده بيجي في الصيدلية على شكل سيدو تستون تمام؟ هشرح لكم الهيرمون ده من فين؟ هشرح لكم الهيرمون ده من كتابي اللي انا قلفته اوبردوز عضلات المرجع الكامل لاستخدام الهيرمونات البنائية فطبعا كان حد طلب برضو تاني يعني اول مرة كان في حد طلب اشرح له ديكا اه علشان يعرف اذا كان الكتاب يستاهل انه يشتريه ويدفع فيه فلوس ولا لا فالمرة دي كان في حد طلب ان انا اشرح له هيرمون التستوصرون فهنمسك الكتاب كده وهنفتح هنا تمام؟ هنلاقي كده ان دي عائلة التستوصرون ليه هي عائلة؟ علشان التستوصرون بيجي تحته عائلات كتير جدا او تحته هيرمونات كتير جدا زي ايه؟ اه زي الديانابول زي هلوتستن زي التورينابول زي البولدينون بس احنا النهاردة ملناش دعوة باي حاجة من دول كل دول هشرحهم كل واحد في فيديو لوحده وغالبا الفيديو اللي بعد ده هيبقى بشرح فيه البولدينون اه لان فيه اه علبة هتوصل لي ان شاء الله وهشرح لكم برضو من الكتاب تمام؟ بس انا مش هشرح كل حاجة بالكتاب يعني انا هشرح لكم مقططفات كده ان شاء الله تديلكوا قاسيات وبعد كده اللي عايز اشتري من الكتاب يكلمني طبعا على الموقع الرسمي بتاعي اه واللي عايز يتابع معي حاليا فيه خصومات على المتابعة وعلى الكتاب وان شاء الله استنوا الكتب الجديدة فيه كتاب دماغ اه المرجع الكامل في الاعصاب واستخدام اه 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 النوتروبيكس او مرشطات الزهن وشرح اه كيميا الدماغ او النقل العصبية فخلينا يا شباب نبدأ الفيديو بتاعنا ده الكتاب زي ما انتم شايفين كده هنقوم فاتحين على سكشن التستاصرون تمام؟ ونبدأ نتكلم عن التست طبعا الشباب التستاصرون بيعتبر تقنيا الاب لكل الهيرمونات الاندروجينية الاستيرويدية في الحياة تمام؟ فليه الموضوع ده بيحصل؟ علشان هو نقطة الاساس نقطة الالتقاء في كل الهيرمونات دي لما بيجي حد في المعمل لما بيجي عالم في المعمل او كيميائي عايز يخترع هيرمون جديد في الغالب بياخد زرات التستاصرون كبداية ليه او كاساس ليه وبعد كده بيزيد عليها وبيشيل منها علشان يقلل من الصفات الاندروجينية ويزود من الصفات البنائية او الانابوليك افكت بتاع الهيرمون وبذلك بنقدر نقلل من الاثار الجانبية بتاعت الهيرمون ونزود من الاثار البنائية ومن هنا بيطلع لنا مركبات جديدة وعائلات هيرمونات جديدة هنتكلم عنها قدام هيرمون التستاصرون يا شباب يعتبر الهيرمون الاندروجيني او الزكوري الاساسي وبالذلك هو مسؤول عن كل الصفات الزكورية في الراجل وفي التالي او بالتالي تعرف ان هيرمون الاستروجين مسؤول عن كل الصفات الانثوية في الانثة او الست زي ايه الصفات الزكورية دي زي الشعر شعر الوش شعر الدماغ شعر المناطق الحساسة كل الحاجات دي مسؤول عنها هيرمون التستاصرون شعر الجسم كمان كل حاجة من الحاجات دي وزيادتها عليها طبعا العضلات والقوة وزيادتها عليها خشونة الصوت ان صوتك يبقى ديب كده وعميق وخشن ده معاكس جدا لصوت الستات اللي بيبقى متحكم فيه طبعا هيرمون الاستروجين وطبعا تطور الاعضاء التناسلية ده من اهم خصائص هيرمون الزكورة عند الراجل والى اخيره بقى من الصفات اللي دايما بتفرق ما بين الراجل وبين الست التستاصرون اللي جسمك بيفرزه من جوه والتستاصرون اللي بناخده من بره على شكل سيدو تستون كمثال مطبقين لبعض في التسلسل الزري لذلك جسمك بيعرف يتعامل مع التست ده بشكل ممتاز جدا واللي اتنين مفيش بينهم اي اختلاف ومتشابهين جدا في الخصائص لذلك لما ناخد التست ده من بره هيعمل نفس الوظائف اللي بيعملها التست الداخلي ولكن اضعاف مضاعفة لان انت جسمك هيبقى بينتج ملي جرامات او نانو جرامات قليلة قوي في الاسبوع في حين ان انت لما تاخد السيدو ستون هتبقى بتدخل ضعف الجرامات دي من بره او الملي جرامات دي من بره التستاصرون يا شباب لما بيخش جسمك بيتحول لحكتين ملهمش تالت بيتحولي اما لديهايدرو تستاصرون اللي هو هيرمون دي اتش تي او لاستروجين اللي هو الاسترودايل وطبعا العمليتين دول بيعملهم انزيمات في الجسم معينة اول ما بتشوف زرات التستاصرون بتحولها كمثال عندنا انزيم الفايف الفا داكتس ده الانزيم اللي اول ما بيشوف زرات التستاصرون بيقوم محولها لزرات ديهايدرو تستاصرون وعندنا برضو انزيم اسمه اروماتيز او انزيم الارمطة ده اول ما بيشوف هيرمون التستاصرون زراته بيقوم محولها لهيرمون الاستروجين هاي حد يقول لي بس احنا كرجالة محتاجين هيرمون الانوصة ده في ايه محتاجين الاستروجين والاستروديل ده في ايه هقولك بكل بساطة مش معنى انك ذكر ان انت مش محتاج هيرمون الاستروجين في حاجة بالعكس تماما الاستروجين لي فوائد مهمة جدا لا تعد ولا تحصى والناس اللي جربت تصفر او تنزل الاستروجين عندها في وقت البطولات هيعرفوا اللي انا بتكلم فيه هيعرفوا ان فيه واجع في العظم شديد هيعرفوا ان في عوامل تجلط كبيرة قوي ممكن تحصل هيعرفوا ان المفاصل بيبقى عليها حمل شديد قوي وتقلم بشكل رهيب وممكن يحصل اصابات ومصايب كتير جدا مفيش انتصاب مفيش رغبة جنسية فالاستروجين مهم جدا ليك كراجل هليه فيديو مخصص عندي هشرح فيه كل حاجة بالتفصيل الممل ونفس الفكرة الستات عندهم برضو ملي جرامات معينة من التستاصرون كمثال الفرق ما بين الراجل والست في التستاصرون ان الراجل بينتج قرب الالف نانو جرام برديسليتر في الاسبوع في حين ان الست بتنتج من خمسة وعشرين لخمسين نانو جرام برديسليتر في الاسبوع وده يعرفك ليه فيه فرق رهيبة بين شهوتنا كرجالة وشهوت الستات يعرفك ليه احنا هيجانين طول الوقت في حين ان الستات بيقدروا يسيطروا على نفسهم ومش هيقدروا يحسوا بالموضوع ده غير لو خدوا جرعات تستاصرون من الخارج علشان يبقى عندهم نفس مستوات التست اللي عندنا وده هيخليهم هيجانين جدا لدرجة ان انا شفت في بوست على موقع ريدت اللي انا قلتلكو عليه قبل كده بقرأ عليه التجارب الحياتية اللي الناس مجربوها وكان فيه واحدة ست قالت انها سلمت على اخوها اللي كان حاطت جيل تستاصرون على جسمه علشان عنده عجز في التستاصرون وبعدها بكم يوم بقت تمشي في الشارع تبص على الرجالة بشهوة كبيرة قوي ده يعرفك فرق النظرات بين رجل والست نرجع لموضوعنا انا بشوف ان ما ينفعش نعمل اي سايكل او كرس هرمونات بدون ما ندخل في التستاصرون كاساس للسايكل يعني ما ينفعش تروح جايب بولدنون كمثال وانادرول وانافار واي كان وتاخدهم كده في سايكل لوحدهم من غير تستاصرون ليه? علشان الموضوع كبير جدا ركز في الحتة دي ركز في الحتة دي علشان انا بشوفها كتير قوي وبتدايق منها جدا تلاقي واحد حتطلك البولدنون كمثال او الديانابول كمثال اساس للسايكل بتاعته ومعتمد عليه كاساس بدل التستاصرون ده اكبر حاجة اكبر غلط ممكن حد يعمله معاك او تعمله في نفسك ليه? لان ما فيش حاجة من الهرمونات دي هتقدر تبدل الاحتياج الاساسي من الجسم للديهايدو تستاصرون والاستروجين وكمثال عندك الديانابول ما بيتحولش الاسترودايل صرف او استروجين صرف لا بيتحول لمادة ضعيفة جدا من الاسترودايل اسمها ميسيل استرودايل فده مش هيبدل الاحتياج جسمك من الاستروجين ومش هيتحول لدي اتش تي فده مش هيبدل الاحتياج جسمك من الدي اتش تي لذلك الموضوع منتهي بشكل تام ما فيش سايكل بتتعمل ما بيكونش فيها تستاصرون لازم تستاصرون وبعد كده التستاصرون ده حطناها كاساس بعد كده بقى نبدأ نشوف عايزين نزود ايه والله عايزين نزود مركبات للضخامة عايزين نزود مركبات للتنشيف ايا كان اللي عايزين نعمله نعمله ولكن التست اساس كمثال ممكن ندخل تستاصرون بجرعة مية خمسة وعشرين ملي جرام في الاسبوع بس علشان نبدل الاحتياج الاساسي لجسمك من هيرمون التستاصرون وبعد كده ممكن ندخل اي جرعات هيرمون احنا عايزينها يعني مثال كده سريع هدهلكوا لسايكل هيرمون متكونة من واحد جرام هيرمونات توتل في الاسبوع واللي هي هتكون كالاتي 250 ملي جرام تستاصرون في الاسبوع وبعد كده نضيف المركبات اللي احنا عايزينها في الحالة دي انا هكون مثلا اخترت 250 ديجا كمثال وفوقيهم 500 ملي جرام بريمو بولين دي سايكل ممتازة جدا ولكن الاساس في السايكل دي هو تستاصرون مع انه مش اكتر حاجة في الجرعات اكتر حاجة في الجرعات البريمو بولين ولكن احنا لازم ناخد اساس بيز لاين كده من التست خلصنا من النقطة دي نخش على نقطة تانية قبل ما اشرح لكم انواع التستاصرون او انواع الاستر اللي بيجي في التستاصرون خلينا اشرح لكم الاستر بشكل سريع جدا الاستر دي شباب بيبقى حاجة زرة مسكة في زرات التستاصرون علشان تتحكم في وقت دخوله للدم ووقت تفكيكه ووقت طرده من الجسم بشكل بسيط كده الاستر يا شباب بيتكون من زرات كيميائية نتجة عن دمج زرات مادة الاكسو اسد ومادة الهايدروكسيل فبيطلع لنا في الاخر بعد دمج المادتين دول حاجة اسمها الاستر والمركب ده بنقدر نربطه بزرات التستاصرون علشان نتحكم في وقت افراز وطرد وامتصاص الهيرمونات في الجسم واللي بنسميها بالهورمون ميتابولايزيشن وطبعا يا شباب ربط الهيرمون باستر بيزود من تواجد الهيرمون ده بشكله الطبيعي في الجسم وفيما يعرف بالبيو افليفليتي وهيزود من قدرة الهيرمون ده على الزوابان في الدهوم فيما يعرف بالليبو فيلاستي وكمان يا شباب الاستر استخدامها مش مقتصر على ربطها بالهيرمونات بس ولكن هتلاقيها بتستخدم في صناعة العطور علشان نسبت بيها الريحة وهتلاقيها بتستخدم في مستحضرات التجميل علشان نسبت بيها المادة الكيميائية بتاعت التجميل وده طبعا علشان الاسترز دي هتقدر تتحكم في وقت عمل المستحضرات دي وكمان ليها رائحة عطرية مميزة فبيتم استخدامها بشكل اساسي وكبير جدا خارج نطاق كمال الاكسام بالكامل بالعكس استخدامها في كمال الاكسام يعتبر استخدام بسيط جدا بعد ما شرحت لكم الاسترز خلينا نخش على الاسترز اللي بيجي فيها هيرمون التستاسترون عندنا يا شباب ست انواع من الاسترز اللي بيجي فيهم التستاسترون ولكن فيه انواع تانية ملهاش اهمية كبيرة عندي فانا هذكر لكم الست انواع اللي انا شايفهم مهمين جدا ليك انك تعرفهم اول نوع عندنا هو التستاسترون انانسيت وده بيبقى مربوط باستر انانسيت تاني نوع عندنا هو التستاسترون سيبيونيت وده ما بيختلفش كتير عن التستاسترون انانسيت اللي اتنين عمر النصف بتاعهم يعني طويل شوية وبيعودوا في الجسم لمدة 3 ايام لست ايام بعد كده عندنا التستاسترون بروبيونيت وده استر سريع جدا بيقعد في الجسم لمدة يوم وبعد كده عندنا تستاسترون ساسبنشي وده تستاسترون مع لهوش اي استر مش مرتبط باي حاجة فمجرد ما نحقانوا في الجسم جرعة التستوسترون اللي احنا حقناها في الجسم هتبقى متواجدة بشكل تام وكلي. كمثال لو حقنا خمسين ملي جرام. الخمسين ملي جرام دي مش هتقعد يومين ثلاثة او يوم حتى علشان تيحصلها تفكيك. اه وافراز في الجسم ولكن هتبقى متاحة بشكل اه كامل في لحظتها في الجسم. خمس حاجة شباب عندنا تستوسترون وده بنستخدمه للناس الكبيرة في السن يعني اللي مش عايزة تبني عضلات وبيجي على شكل اسمه نبيدو. حبقى اورهولكو بعدين. سادس حاجة عندنا وده يبقى عليه آآ كتير بيكون مكس من كتير جدا زي 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 وساعات تشكيلة بتختلف تلاقي مسلا بدل داخل زي اه زي 있 شباب ما التستوصروم بيجي مرتبط بإستر هو كمان بيجي مرتبط بزيت فعندنا زيوت كتير هذكر لكو خمس أنواع من أنظف الزيوت اللي مفروض تعتمد عليها وما تجيبش غيرها عندنا أول حاجة الكاستر أويل وده زيت الخروة عندنا حاجة تاني حاجة السيسمي أويل ده زيت السمسم تالت حاجة البينت أويل ده زيت السوداني وده خلي بالك منه علشان لو انت عندك حساسية منه هتعاني وهيعمل لك يعني مشكلة مناعة ذاتية رابع حاجة شباب الكوتون سيد أويل وده زيت بزور الكوتون وخمس حاجة الكوكونات أويل ده زيت جوز الهند وده أنظف زيت أنا بعتبره في نظري بعد كده عندنا خمس أنواع من الزيوت أو الموزيبات اللي عايزكم تتفادوها بشكل كلي هما مش خمسة هما ستة أول حاجة الإسيل أوليت تاني حاجة البروبلين جلايكول تالت حاجة البوليسيل جلايكول تالت رابع حاجة المونوسيلين جلايكول وخمس حاجة البنزويل بنزويت ويستدس حاجة البنزويل الكوحول فنحاول ما ناخدش الحاجات دي بوراعة كبيرة لأنها بتسبب التهابات رهيبة وأكسادة كبيرة جدا في الجسم وموت لخلايا الجسم خلينا نخش في الجرعات يا شباب وفترة تواجد الهيرمون ده في الجسم أول حاجة تستوسترون ساسبنشن ده بيفضل في الجسم من ست ساعات لتمن ساعات وبعد كده بيتطرد وبحب أخده بجرعة خمسين ميلي جرام لمية وخمسين ميلي جرام فقط في اليوم قبل التمرين لو خدته بالشكل ده أوعدك أنك هتحس أنك خدت أقوى هيرمون في التاريخ تاني وتالت حاجة هم التستوسترون إنانسيت والتستوسترون سيبيونيت وهتكلم عليهم مع بعض لأن الاتنين بيعتبرهم حاجة واحدة الاتنين بيوصلوا لأعلى تركيز في الدم خلال 24 ساعة وبيفضلوا في الدم أو عمر النصف بتاعهم من أربعة أيام لخمسة أيام وبحب أخدهم بداية من مية وخمسة وعشرين ميلي جرام مرورا بميتين وخمسين ميلي جرام لغاية واحد جرام كامل رابع حاجة تستوسترون بروبيونيت يا شباب وده بيحفظل في الجسم لمدة 48 ساعة فقط يعني يومين وبيوصل لأعلى نسبة في تركيز الدم بعد 12 ساعة من حقنه خمسة حاجة الساستنون وده قلنا انه بيبقى ميكس ما بين استرس كتير وفي الغالب هتلاقي الاسترس دي زي ما قلت عليها وخلينا نمسك كمثال الساستنون من شركة أورجانون أو اس بي ان أو شركة النيل حتى اللي هي بتيجي في مصر وبتلاقيها في الصيدلية هتلاقي ان الساستنون متقسم ل250 ميلي جرام بيتقسموا كالقاتي 30 ميلي جرام تستوسترون بروبيونيت 60 ميلي جرام تستوسترون فينيل بروبيونيت 60 ميلي جرام تستوسترون ايزو كابرويت و100 ميلي جرام تستوسترون ديكانويت وطبعا كل استر من دول ليهم عمر نصف خاص ووقت طرد خاص ووقت امتصاص خاص كمثال تستوسروم بروبيونيت قلنا ان يوم واحد تستوسروم فينيل بروبيونيت هو يوم يومين ونصف بيفضل في الجسم وتستوسروم ايزو كابرويت بيفضل من 3 ايام ل4 ايام والديكانويت بيفضل من 6 ايام لل7 ايام وعندنا اخر حاجة تستوسروم انديكانويت وده بيفضل في الجسم الاكتر من 30 يوم وبكده شباب اكون خلصت شرح لو حد اتمنى اني اكون وفقت في الشرح ده وتكونوا فهمتوا حاجة لان الشرح ده علمي شوية بس لو اريت الكتاب اوعدت الفيديو مرة كمان اوعدك انك هتفهم كل حاجة واوعدك انك لو اشتريت الكتاب ده هتقدر تحضر نفسك بنفسك من غير محد يعمل لك كوتشنج او تبقى محتاج لحد هيبقى عندك كل حاجة استخدام كل حاجة استخدام الحمايات استخدامة الهرمونات خليني بشكل سريع كده اقول لك الكتاب ده بيشرح ايه الكتاب ده بيشرح الغدة النخامية والخصية الكتاب ده بيشرح عائلة الهرمونات عائلة التستوسترون عائلة الدهير التستوسترون عائلة الناندرولون الانسولين هرمون النمو عامل البناء الشبيه بالانسولين مركبات الحقن الموضعي ومركبات ضخ الدم ادوية الحمايات السرنجات واماكن الحقن المفضلة ليا التحاليل والاشاعات وازاي تقراها التنظيف بالتفصيل الممل حوالي الدهون بالتفصيل الممل مديرات البول بالتفصيل الممل واسبوع البيك ويك او اسبوع التحميل حاليا الكتاب عليه خصم كبير جدا والمتابعة عليها خصم لو عايزين تشتركوا معي او تتابعوا معي او تشتركوا كتب بتاعتي تواصلوا معي على الموقع الرسمي اشوفكم على خير اتمنى تكون الفيديو عجبكم ياريت تسيبوا لايك وكمنت وتقولولي عايزين اشرح لكم ايه تاني من الكتاب او من خارج الكتاب شرفتوني نورتوني وطبعا الحالة الوحيدة اللي ممكن تلاقي فيها تستاصرم في الصيدلية هي السيدو تستون او التستنون وانا بفضل السيدو تستون لانه استر واحد ان انسيت وسعر علبة سبعتاشر جنيه يا شباب وبييجي بالشكل ده طبعا زي ما انتم شايفين ده الامبول طبعا زيت بيبقى تقيل بيبقى زيت سيسمي او سمسم ومن انضف التست اللي موجود في العالم لدرجة ان بلاد برة بيستوردوه من مصر اتمنى يكون الفيديو عجبكم صلى على النبي اشوفوا فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته